أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى عدد جديد ومتجدد من حديثها الصحافة وأبرز ما تضمنتها الصحف من أخبار وطنية ودولية نستهلها كالعادة بالجرائد الوطنية ومن جريدة المساء وفي صدر صفحتها نقرأ الجزاء الروسية علاقات تاريخية واستراتيجية رئيس الجمهورية يصل إلى موسكو في زيارة دولة لثلاثة أيام وجاء في تفاصيل هذا المقال شرع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس في زيارة دولة إلى فيدرالية روسيا تدوم ثلاثة أيام بدعوة من نظره الروسي السيد فلاديمير بوتين حيث ينتظر أن تضفي هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين مزيدا من التنسيق في المواقف بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك مع فتح أفاق واعدة لتعاون اقتصادي مثمر في مختلف المجالات وأشار بيان لرئاستها الجمهورية يضيف هذا المقال إلى أن السيد رئيس الجمهورية سيشارك خلال هذه الزيارة في أشغال المنتدى الاقتصادية الدولي بسان بيترسبورغ الروسية فيما يرتقب أن تعطي هذه الزيارة دفعا جديدا للتعاون الثنائي خدمة لبلدين تجمعهما علاقات صداقة تاريخية يقول المقال إلى جريدة المغرب الأوسط التي عنونت في مقال آخر ترسيق ثقافة التبرع بالدم ضرورة وجاء في تفاصيل هذا المقال كشف وزير الصحة عبد الحق صيحي أمس ثلثاء الجزائر سجلت خلال سنة 2022 ارتفاعا في نسبة التبرع بالدم قدرت بـ 5.24% مؤكدا سعيها المتواصل لتوفير الدم الآمن للمرضى وفي كلمته خلال الافتتاح الرسمي لفعالية اليوم العالمي للمتبرعين بالدم التي تحتضن هذا العام الجزائر على مدار يومين أفاد سيحي أنه خلال سنة 2022 تقدم 743.477 متبرعا بالدم نحو 248 مركز لحقن الدم متواجد عبر مستوى التراب الوطني إذ تم مثل مقال جمع 631.815 كيسا من الدم هذا ما يمثل زيادة بنسبة 5.24% مقارنة بالسنة التي قبلها منهم 53.96% متبرعين متطوعين والباقي متبرعين عائليين إلى جريدة أخبار الوطن التي عنونت في صدر صفحتها مرافقة الممتحنين الحرص المربك وجاء في تفاصيل هذا المقال تشهد مراكز إجراء امتحان الباكالوريا وقبلها مراكز شهادة التعليم المتوسط عبر جل ولاية الوطن لسيما خلال السنوات الأخيرة توافدا كبيرا لأولياء التلاميذ المترشحين الذين يرافقون أبنائهم ويتجمهرون أمام ذات المراكز يقول الكاتب كما يرافقونهم لتناول الغذاء كنوع من الدعم المعنوي والنفسي لهم فيما يراها آخرون أنها تبقى زائدة عن اللزوم وتزعزع ثقة المترشح للامتحان في نفسه بل هناك من يصفها بأنها أصبحت مقلقة للممتحنين وتشوش عليهم أكثر منها ظاهرة صحية بالنظر إلى الكم الهائل من الأسئلة والاستفسارات الذي يلاقي الأولياء بها أبنائهم بعد الخروج من الامتحانات والملاحظات المتكررة التي ترافقها طيلة فترة الامتحانات مما يعكر مزاج الطالب بشكل عام يقول كاتب هذا المقال إلى جريدة المستقبل المغاربي التي عنونت في مقال آخر افتتاح المقر المؤقت لمتحف إفريقيا الكبير اليوم بالجزائر العاصمة حيث تفتتح الجزائر اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة المقر المؤقت لمتحف إفريقيا الكبير والذي يعتبر مشروعا رائدا مسجلا في أجندة الاتحاد الإفريقي لألفين وثلاثة وستين في مجال تثمين الفنون والتراث الإفريقي والذي سيكون مركز إشعاع تقافي وعلمي للباحثين والمختصين وسيكون مقره بشكل مؤقت بفيلا بولكين بحي حسينداي بضواحي الجزائر العاصمة وهو مشروع استراتيجي يهدف إلى إنشاء متحف معاصر ديناميكي وتفاعلي لجمع وحفظ ودراسة المجموعات المتحفية والمشاركة في تاريخ إفريقيا وثقافتها والحفاظ على تراثها المادي وغير المادي إلى المواقع الإلكترونية الوطنية والبداية بموقع النهار أونلاين الذي عنونا العلامة الشيخ الطاهر أيت علجت في ذمة الله حيث انتقل رحمة الله أمس ثلاثاء العلامة الشيخ الطاهر أيت علجت عن عمر يناهز مئة وست سنة حسب ما آلنت عنه وزارة شؤون الدينية والأوقاف وكان المرحوم أيت علجت يرقد بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة بعد تردي وضعه الصحي وقام وزير شؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي أمس الاثنين بزيارة الفقيد بالمستشفى والإطمئنان على وضعه الصحي تنفيذا لأوامر رئيسي الجمهورية عبد المجيد تبون يقول للمقال وللإشارة شغل الشيخ أيت علجت منصبي رئيس اللجنة الوطنية للفتوى ورئيس لجنة الأهلة والمواقيت الشرعية إن لله وإن إليه راجعون نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويحشره مع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين في عنوان آخر على موقع النهار أونلاين نقرأ فيه وزارة التجارة تخصيص 1225 نقطة لبيع الأضاحي عبر كامل التراب الوطني حيث أعلنت وزارة التجارة والترقية الصادرات في بيان لها أمس ثلاثة أنه تم تحديد 1225 نقطة بيع لمواشي على مستوى كافة ولايات الوطن وجاء في البيان أنه لضمان تأطير عملية بيع الأضاحي وتوفير كل شروط ضرورية لتوفير أضحية صحية تحسبا لعيد الأضحى المبارك تنهي وزارة التجارة والترقية الصادرات لعلم مربي المواشي الموالين وكذا المواطنين أنه تم تحديد 1225 نقطة بيع للمواشي على مستوى كافة ولايات الوطن وأوضحت وزارة التجارة بأن العملية ستكون بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة وغرف الفلاحة على المستوى المحلي وتحت إشراف الولات إلى موقع الإذاعة الجزائرية الذي عنونا رئيس الجمهورية يعز في وفاة رئيس مجلس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو بيليشكوني حيث بعث رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون أمس ثلاثة رسالة تعزية إلى نظيره الإيطالي السيد سيرجيو مطاريلا إثرى وفاة رئيس مجلس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو بيليشكوني يوم الاثنين عن عمر نهز 86 سنة وجاء في رسالتي التعزية لقد تلقيت ببالغ الحزن وعاميق التأثر نباء وفاة رئيس مجلس الوزراء الأسبق للجمهورية الإيطالية سيلفيو بيليشكوني وأضاف رئيس الجمهورية أن الشعب الجزائري الذي يشاطر الشعب الإيطالي الصديق مصابه في هذا الظرف الحزين سيتذكر على الدوام ما كان للفقيد من إسهام مشهود ويضيف المقال في توطيد أواصر الصداقة بين الشعبين الجزائري والإيطالي إلى موقع الشعب أونلاين الذي عنونا الصحة العالمية تشكر الجزائر حيث وجه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس دهانوم جيبريسوس امتنانه وشكره للجزائر لاستضافتها لإحتفالات رسمية باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الموافق للرابع عشر من شهر جوان من كل سنة وأبرز المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في كلمات ألقاها لدى مشاركته في فعالية الاحتفاء باليوم العالمي للمتبرعين بالدم عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد التحدي الذي تواجهه بعض البلدان لتوفير وتأمين التبرع بالدم والبلازمة للمرضى سواء بسبب ضعف المرافق الصحية أو بسبب النزاعات أو كذلك بسبب الأزمات الإنسانية يقول هذا المقال إلى موقع الخبر أونلاين الذي عنونا أسعار لا تعرف المنطق حيث يقول المقال ارتفاع إلى مستويات قياسية وصادمة للمستهلك ثم هبوط حر بقدرة قادر هو ما يلاحظ في الأوينة الأخيرة على مستوى أسواق الخضر والفواكه خاصة بالنسبة للفواكه الموسمية التي دخلت الأسواق الوطنية ملتهبة لو لا نعمة الغيث الذي فرض منطقه أخيرا لسيما بعد تأثير كميات المعتبرة من المحاصيل بمياه الأمطار يقول المقال ويتساءل الكثير من المواطنين عن المعايير الحقيقية التي تتحكم في أسعار المنتجات الفلاحية المحلية بغض النظر عن قانون العرض والطلب كما يستغرب الكثيرون من بلوغ سعر المشمش مثلا 800 دينار رغم أنه منتج محليا ولا يتم استراده من وراء البحار ومن هو المستفيد الحقيقي من هذا الارتفاع وكيف لنفس هذه المنتجات أن تنهار أسعارها في الأسواق الوطنية بين عشية وضحاها يتساءل الكاتب في هذا المقال إلى الصحفة الدولية والبداية بموقع روسيا اليوم الذي عنونا بوتين الغرب يستخدم أوكرانيا لزعزعة الأوضاع في روسيا ويحاولون تقطيع أوصالنا وتقسيمنا حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ما يحدث الآن في أوكرانيا لا يلائم روسيا أبدا مشيرا إلى أن الغرب يستخدم أوكرانيا في زعزعة الأوضاع في روسيا وأضاف بوتين أن الغرب يحاول هز روسيا طوال الوقت لأنه لا أحد يحتاج إلى دولة لديها مثل هذه الإمكانات مؤكدا أن موسكو لم يكن لها أي ظلوع في الأحداث في دونباس عام 2014 ولكن تم إجبار على الدفاع عن أنفسنا يقول وأوضح بوتين أن كل ما فعلوه كان من منطلق زعزعات الاستقرار في روسيا ولقد حاولنا بكل السبل اتفقنا على أن النيتو لن يتوسع ومع ذلك وصلوا أفعالهم لماذا يتساءل لأنها دولة كبيرة جدا يقول بوتين في هذا المقال إلى موقع الشرقلي الأخبار الذي عنونا ترومب بايدن فاسد وقضية الوثائق السرية محاولة لتزوير وسرقة الانتخابات المقبلة حيث كرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترومب ثلاثاء نفي الاتهامات الموجهة ضده في قضية الوثائق السرية واتهم الرئيس جو بايدن بالفساد إذ يحاول وفق ترومب إلقاء القبض على خصمه السياسي بتهم ملفقة وأضاف ترومب أمام حشد من أنصاره في نيوجيرسي عقب المثول أمام محكمة مياميا الفيدرالية بايدن سيعرف بأنه أكثر رؤساء الولايات المتحدة فسادا ولكننا سننتصر يقول ترومب معتبرا أن الاتهامات ضده تعد أسوأ استهداف عبرتها من زائفة وتدخل في انتخابات الرئاسة المقبلة والمقررة في نوفمبر 2024 كما جاء في هذا المقال إلى موقع الاندفندنت العربية الذي عنونا منازلة رئاسية غير حاسمة تحت قبة البرلمان اللبناني اليوم حيث بعدما تكثفت الاتصالات منذ بداية الأسبوع يقول هذا المقال لحشد الأصوات المؤيدة لكل المرشحين لرئاسة اللبنانية جهاد أزعور وسليمان فرنجية يفترض أن يشهد البرلمان اللبناني اليوم الأربعاء جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية هي الثانية عشر بعد 11 جلسة سابقة فاشلة بسبب تعطيل النصاب القانوني في الدورة الثانية من كل جلسة وتأتي الجلسة الثانية عشر بعدما امتنع رئيس البرلمان نبيه بري عن الدعوة إلى عقد جلسة انتخابية منذ نحو خمسة أشهر جرت خلالها تطورات واتصالات سياسية أفضت إلى تقاطع المعارضة المؤلفة من حزبي القوات اللبنانية والكتائب ومستقلون وتغييريون من جهة يقول المقال والتيارة الوطنية الحر من جهة أخرى على اسم جديد هو المسؤول البارس في صندوق النقد الدولي جهاد أسعر إلى موقع الجزيرة الذي عنونا الأمم المتحدة تكشف عن أرقام قياسية للنازحين قصرا حول العالم حيث قال المفوضة السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيو جراندي أن عدد النازحين قصرا حول العالم بلغ حتى الآن نحو 110 ملايين نازح معتبرا أن الأوضاع في أوكرانيا والسودان تجبر الملايين على الفرار من ديارهم وأضاف جراندي في مؤتمر صحفي بجناف أن هناك قفزة قياسية في عدد النازحين قصرا حول العالم بحلول نهاية عام 2022 إذ بلغت نحو 108 ملايين نازح وقال أن الإعلان عن مثل هذه الأرقام إدانة للعالم وأكد جراندي صعوبة معرفة العدد الحقيقي للنازحين السودانيين داخل البلاد وعلل ذلك بعدم قدرة المفوضية على الوصول إلى النازحين بشكل كامل بسبب النزاع المسلحي المتواصل ختاما من موقع سكاي نيوز عربية الذي عنونا الصوم للقاء المسيح ارتفاع قياسي لعدد الضحايا ل300 قتيل تجوز عدد ضحايا طائفة كينية مرست التجويع حتى الموت من أجل لقاء يسوع المسيح ل300 قتيل يقول هذا المقال وذلك إثر العثور على 19 جثة جديدة وفق ما آلن مسؤون كيني رفيع المستوى وتعتقد الشرطة أن معظم الجثة التي عثر عليها في غابة شاكاهولا بالقرب من بلدة مالينديا الواقعة على سحل المحيط الهندي تعود لأتباع بول ثنيكي ماكينزي وهو سائق سيارة أجرى تحول إلى واعظ وتحتجزه الشرطة منذ الرابع عشر من شهر أفريل ومن المقرر أن يواجه ماكينزي اتهامات بالإرهاب في القضية التي صدمت الدولة الواقعة في شرق إفريقيا يقول هذا المقال وبهذا الخبر مشاهدنا الكرام نصل وإياكم إلى ختم جولة عبر الصحف لنهري اليوم شكرا على طيب المتابعة السلام عليكم اشتركوا في القناة